اخواني اخواتي السلام عليكم ومرحبا بكم مرة اخرى على قناتكم البيسكم بالداريجة اخواني اخواتي موضوع حلقة اليوم هو الصول ليا قبل ما ندخلو يعني في الموضوع دي اليوم بغي فقط نسكلمو واحد دقيقة نورمال مو الايام الاخيرة نسكلمك صرف التليجرام لان التليجرام كيكون ديك شي شبونطان كيو كي تجيب دو مواضيع يعني بالنسبة للالتروبات اللي اخدينا الاشياء اللي خاسنا نركزو فيها هاد الايام الاخيرة صرتو البلوكشين ديال سولانا درنا السنكتوم الجوب دائما انا بالنسبة لي يعني حاجة مبغي نفكر كفيرا ماشي نصيحة استيثمارية فقط يعني تجربة ديالي كنشاركها معك كميتال السنكتوم اللي واحد في المية غادي تمشي غل ستيكة ديال الجوب يعني اللي عندو كسر المياه ديال الجوب انا بالنسبة لي يعني فين ما يكون واحد النوزول ربما هاد النوزول اللي كنشاهدو الان حاليا ربما يعني تكون واحد الفرصة بنا الواحد ديال الدولار كوس افريش لانها الجوبيتر يعني واحد المشروع اللي قوي وفيه الريورد ديالو تهيوه عالي اخواني اخواتي ما نطورش عليكم ندخلو لساميم الموضوع بحالة بغينا نقولو ديك ايقليع بالنسبة لاتيريوم لا ميم شوز يعني النفش شيء غير هو ايكو سيستام مغاير صوليها بالنسبة لي الشبكة ديال الصولانا قالور اللي غادي نديرو كانت لسادي اللاز ايبوك هدي اللولا الايبوك اللولا بحالي كيقولو بحالي الايبوك اللولا السيزن كلا كيكا يطلع بحال السنكتوم السنكتوم يعني بالمناسبة لسيزن اللولا راساليس والايردروب ديالها يعني بالنسبة لسيزن اللولا غادي يكون في جوية ان شاء الله عالور الحمدلله اشتغلنا عليها مزيان وغادي نكملو ان شاء الله في الشبكة ديال الصولانا هاد يعني انا فقط الرأي ديلي انا تيبلي ان شاء الله هدا مشروع مهم وان شاء الله يعني الان مكنش اشياء اللي كثير خاسنا نقوموا بيها انتشكلوها لله ونبدو في يعني اي ديالاشي اللي قمت بيها عالور كيما كتدخل انا كنستغلب اللي جا الى بلك هذا صغير لانا راني درتو غير في لابتوب صغير لانا على وده اللي جا ديلي اللي دير في دك شي عالور كيما كتلاحد يعني الصفحة رابط دي الصفحة كي العادة هنشاركو معك وصينو الكود باش دخل تاورا غادي نشاركو معك ان شاء الله في الديسكورد وايضا في الكومين دي اليوتيوب عالور كيما لاحظتك يعني مشيت يعني كيطلب منك بانك دخل الديسكورد ودي الفيريفيكيشن يعني اشياء بسيطة اللي تعودنا باننا نقوموا بها دائما والشيء الثاني اللي كيطلبو منك بانك يعني تدي الفولو في تويتر ألور نيكس وهدلي زان فيتاسيورا غادي نعطوهم لك ان شاء الله كل اخطراء اللي حتاجوا الشابه برا نعطيكم شي بحدين باش تبدأ دابا ألور كيما كتلاحد يعني يعني انا خاسن ديرو الريستيكين عنا بزاف الاشياء اللي مكنا نقوموا بها ألور الصولانا ناتيف عنا الماريناد اللي عقلتو عليه كينا درناه يعني الانفينيتي احنا محتفظين به الآن يعني في الوالد ولكن الايبوك اللولة والسيز اللولة ديان السنكتوم سألت ألور بالنسبة لي فهي مناسبة ألور انا كان بيليك فقط اللي بغاي يعني يدير دير ديبوزيت ديال السولانا أنا ما نديرش ديبوزيت ديال السولانا همشي الانفينيتي لنا ما نبيعاش دابا غادي مشي نحتى وحدا ألور كيما كتلاحد غادي ندير ديبوزيت وأنا بالنسبة لي يعني النصيحة اللي بالنسبة للشغل هذا يعني من أحسن يعني الشيء اللي غادي يكون جيد هو إلى كان ممكن بأن الواحد يدير السيكين ديال وحدة السولانا او لا اكثر يعني اللي كان ممكن اكثر يعني فلانك كما قلنا دار يعني مشروع اللي جيد الور الواحد ايلا كان يعني عندو شو دي الصولانة ولا هذي ما عندو لاشي خلاف الوالد يمشي يعني يستعملها الور كما كتلاح هناك يعطيني ما تي في ال يعني وحدة ديال الانفينيتي يعني ولكن شيء مزينا را معاد النزول را الصولاناتي كتبط وممكن بان الواحد يلا بغا يدير دولار كوز افريج باشي تشاغل بها لان ارا كتعرف كما شفنا يعني الصولانة را عندو مشاريع اللي كتر ويعني الواحد ما دي عشاد الفرص فمتيني لان احنا ما كانت تكلموش احنا بعشرات الالاف ولا هذي يعني اشياء بسيطة يعني الصولانة دان كتدير يقدر مية وخمسين دولار مية وستين دابا يلا هبوت ولا لطلع عراد هي من مناسبة وايضا شيء اخر ايضا ايضا يجب الله يجزيكم باخر انا دي بالنسبة لي فقط يعني الناصحة اللي كان قدر نقوم اللي يقدر نقولها لانه دو مشاريع اللي قويين اللي واحد يحاولي ايركز عليهم لانك يجيبولك يعني باسيف ماني يعني عندك واحد بحلكة ان في سيف واحد مشروع من هنا الالفين وخمسة وعشرين يكونوا رتيفة عادي يكون بوران وهادي الى ذلك الحين نتم حتافض بهم ألور تحاول تستعملهم يعني إما في استيكين ولا في يعني في الريستيك كمثال بالنسبة لهنا الافينيتي شيء آخر غم بغي فقط أيضا نقولولك يعني الويدرو رخصك شكي ما كتلاح هنا يويدرو ويدرو وال والبي انيبلت ان ابوك تريك ولا سيزن تريك يعني احنا دبا في ابوك وان ألور إخواني أخواتي كما كتلاحظو يعني هدا هو الآن الأشياء اللي مكنا نقوموا بها الآن يعني في هذا الوقت هذا ألور سينو إخواني أخواتي بحلي قلنا يعني اللي قود غادي نخليهم لف الكومنت اللي ولاني سينو أيضا في تليجرام إلا كانش إسئلة فمرحبا الكومنت سينو شيء مهم ما تنسوش إخواني أخواتي باش عاونوا القناة شيروا مع الأحباب والأصدقاء وما تنسوش اللايك والكومنت إلا عجبكم إلا قدوا بأن الفيديو راه كان جيد بالنسبة لكم ألور إخواني أخواتي مرة أخرى شكرا مشاهدة والفيديو القادم إن شاء الله ما السلام موسيقى موسيقى